مشاهدين أكرام ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل للحديث عن جرائب النظم والحقيقة أنا عبل ما عايز أخش عن هذا الموضوع أنا عايز بس أتكلم في نقطة احنا دائماً المصريين بيرددوها هي نقطة جوحة النصب على جاره عن طريق إنه هو راح استلاف منه حلة وتاني يوم راح إدى الحلة لجاره ومعاها حلة زويرة فجاره استغرب قال له إيه ده يا جوحة؟ قال له أنت جيب لحلة زويرة ليه؟ قال لص الحلة بتولد فجاره طمع فاخد كل الحلل اللي عنده في البيت ورح مديها الجوحة على أمل إنه جوحة يجيله تاني يوم يدوره الحلل اللي هو ده ياله مع حلة صغيرة أخرى فجوحة تاني يوم راح ادى له حلة واحدة بس فاستغرب قال له يا جوحة انت جايب لحلة واحدة إزاي؟ قال له إن لله وإن الله يرجعون الحلل ماتت وهي بتولد فتعصب وتنرفز ورح اشتكال القادر فالقادر بيسأل جوحة قال له يعني هو صدق إن الحلل بتولد ده أنا بصحيح الحقيقة أنا قلت ما أخد النقطة بتاعة جوحة ده لإن إحنا خلال الفترة الأخيرة انتشر ظاهرة المستريح الناس بقت عندها أنا مش عايز أقول طمع بنسبة كبيرة الشخص بقى معتقد إنه هو عايز يكسب عشر جنيب كل سهولة العشر يوصلوا لألف الألف توصل لمليون عايز في خلال ستة شهور يكون من أصحاب الملايين وده اللي بيجعلهم فريسة سهلة جدا للنصب عليهم وفي الآخر يرجعوا يعني يلطموا أمام مراكز الشرطة الحقونة اتنصب علينا والراجل ضحك علينا ما هو إنت شوف ابحث الأول عن إنت سبب الحقيقي لو فتشنا عن هذا الأمر هنلاقي الطمع هو الشيء الأساسي في عمليات النصب أو إنه هو بيشجع النصب إنه يلاقي فريسة أو ضحية يضحك عليهم أنا معايا النهاردة دي في المستشار حاتم أمو حامد ده المحامد بالجنايات بداية نصبت المستشار النصب انتشر خلال الأولى الأخيرة وبقينا بنسبع كل يوم عن مستريح يعني إن بارح تم القبض على مستريح في محافظة المينيا أنا عايز أعرف من حضرتك هل القانون بيعرف جرمة النصب ولا لا؟ طبع يا فندم أولا أنت طرحت موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع المستريح ولأن ده يكاد يكون غزاء كل المحافظات داخل مصر في الأولى الأخيرة ونجد ما فيش محافظة أو يمكن قرية إلا وظهر فيها هذا الأمر وتلك الطرق اللي احتيالية اللي بيها بيبدأ الجاني يلتهم فريسته ويأخذ تلك الأموال بغرض إنه بيوظفها أو بيشغلها جريمة توظيف الأموال اللي حضرتك بتتكلم عنها أو المستريح بمعنى صح هذه الجريمة تحكمها المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988 وحضرتك عددتها في الفقرة واحد واثنين من المادة وقالت أن كل من طلق أموال على خلاف أحكام القانون هذه الأموال أو متونع عن رد تلك المبالغ يعني واحد تخذ فلوس وامتنع عن ردها بغرض توظفها في إحدى الشركات أو إنه هو بيقول إن أنا عندي شركة وبناء عليه تبدأ الناس تروح وتديروا فلوس طيب ده وضع إيه في القانون القانون حد عدت في الحتة دي إن العقوبة بتجون السجن اللي مدته لا تتجاوز الخمستاشر سنة وغرامة نص طبعا قانون نص صعدتك نص صريح في القانون على العقوبة العقوبة تكون لا تتجاوز خمستاشر سنة والغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ويكون الغرامة لا تتجاوز سلوسي قيمة المبلغ اللي هو نصب بيه طب أنا في سؤالي سؤالي بالإضافة لرد كامل المبالغ وده اللي مش موجود بقى في النصب تمام إيه الفرق هقول لحضراتنا النصب هو بيدخل بطرق احتيالية وعن طريق الغش الجنائي وبيسلب الجاني المجني عليه أمواله بتلك الطريقة فهنا يكاد يكون هم مقترمين شوية من بعض ولكن هنا بيوظف أموال بغرض أن فيه ربح جاي وهيعود عليه إنما هناك في النصب الأمر ممكن يبقى مشروع وهمي إنما هنا بياخد فلوسه وبيقول له تعالى ده أنا عندي مشروع وعندي شركة وعندي أقايمة وبيبدأ ياخد فلوس من فلان وعلان وتركان وبعد كده يعني أنا يخطرني في محافظة الفيوم قضية من أشهر القضايا أنا عايز بس أوضح بس نقطة تين تفضل هل عقوبة النصب تختلف عن عقوبة النصب؟ طبعا عايزين نوضحها للمشاهدة طبعا طبعا لإن عايزين مش عايزين نحصل أولا 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 العقوبة هنا حددتها المادة 21 من القانون 146 لسنة الثمانية وتمانية تمام أما العقوبة في جريمة النصب حددتها المادة 336 من قانون العقوبات قالت إيه حضرتك؟ قالت في جريمة النصب اشترطت أربع شروط علشان يكون فيه نصب اشترط أربع شروط الشرط الأول هو الفعل الفعل اللي هو إيه؟ وقوة فعل مادي اللي هو الاحتيال أو الغش الجنائي بعد كده الاستيلاء بيبدأ يستولى منه على تلك الأموال بعد كده رابطة السببية فيما بين الفعل والنتيجة بمعنى في رابطة السببية بين الفعل والنتيجة وبالإضافة إلى توفر القصد الجنائي في تلك الجريمة تمام فالمشرع هنا خلق جريمة توظيف الأموال دي حاجة أما جريمة النصب اللي حددك بصدادها النهاردة دي حاجة تانية تمام أنا يخترني قضية من القضايا القبرى اللي حدست في الفيوم وهي لأهل الجرانية بالحريشي ناس طيبين محترمين أسر محترمة عريقة وظهر في وسطهم أحد أقاربهم وقال لهم ده فيه مشروع وفيه شركة بتاعة زيت وبدأ يأخذينهم الأموال وهم بيدوا تلك الأموال على أساس إن فيه إن الناس دي أقارب وأهل وبدأ الأمر يمشي شهر في سنة في اتنين وبعد كده تبين فجأة إن ما فيش فلوس وما فيش أموال المحكمة قضت بمعاقبة المتهم أحد المتهمين فيهم بالسجن لمدة سبع سنوات اللي هو الحضوري بتوكيل وقضت بمعاقبة الباقيين بالسجن لمدة خمستاشر سنة ودي أقصى عقوبة في توظيف الأموال ما هو زائد رد المبالغ التي قدرت بحوالي خمسة وخمسين مليون جنيه تمام أنا عايزة أصبح بك سؤال فاضح ما هو القانون هل يحمل مغفلين لا ما هو في حاجة ما هو في حاجة ما أنا ما تخلش ما أنا ما تخلش ما تخلش ما تخلش عليك بطريقة لا يا فندي مليون ما أنا الطمع لما أنا شخصي جاي وبيقول لي أنت هتاخد أرباح خمسين في المية ما ده معروف أنه بنصب علي ولا أنا الطمع ما هو يخليني أخصر فلوسي وبعد كده عقود أقول لنا طيب هقول لحضورتك حاجة في أحد في تلك القضية واحد كان بيبيع عربيته علشان يعمل عملية لابنه وتقابل مع الجاني في البنك بيستلم فلوسه تقابل معاه فقعد قال له ده أنا بدي وبدفع وبعمل أوهمه بأنه هيكسب وأن العملية بتاعت ابنه دي هيتتعامل من كده وفي الآخر كمان ممكن بعد كده يعني يشترع عربيته فالنهاردة النصاب ده يا فندم ليه طريقة طريقة معينة هو بيفنن وبيبدع في تلك العملية للوصول إلى تلك الفريسة حاتمي ما هو اتكررت هذه المشكلة أكثر من مرض كل محافظات مصر آه طبعا غزاها غزاها لماذا يكونش من دا استفيد لماذا يكونش ده عبرة لينا ما هو النهاردة النهاردة ما أنا مرجعش أخر كلام حضرتك وأقرر الخطأ واجعبكي كلام حضرتك ده أنا على فكرة أنا مش عايزة تحامل على اللي اضحك عليهم بس هم منسهموا بنسبة كبيرة في أنه يضحك عليهم طبعا دي حقيقة ما استفدش طبعا ما سمع أن يفيه مستراح متطبط عليه طبعا دي حقيقة لمية محافظات مصر كل كل بطرة نسمع أن يفيه مستراح جديد وناس ما بتتعلمش من أخطاء طبعا عقوبة هنا عقوبة إن الشخص ما يرضاش يرجع الفلوس اللي تنصب عليهم أنت بتتكلم عن توظيف الأموال أه توظيف الأموال في توظيف الأموال العقوبة هنا السجن لحد 15 سنة أما في القضايا النصف العقوبة بتكون الحبس لحد 3 سنوات حبس 3 سنوات آه تمام هنا هنا بتجد أن المشرح في جريمة توظيف الأموال المحكمة بتقضي برد المبالغ إنما هنا في جريمة النصب لا ده أنت بترجع بعد كده للدعوة المدنية بترفع عليه الدعاء مدني وبتبدأ تقاضيه أمام القاضي المدني بعد سبوت الحكم الجنائي عليه طب هل بتسقط عقوبة النصب بعد كده ولا لا شوف يا فنون أولا بالنسبة لموضوع السقوط ده موضوع أولا جريمة النصب تسقط ولكن في حالات حددها القانون الحالة الأولينية لا تتحقق جريمة النصب إذا كان المجني علي على علم بحقيقة الأمر بمعنى أنا النهاردة مجني علي وعارف إن أنا هيتنصب علي أو الأمر ده معمول لي فالنهاردة أصبح أنا مدومت على علم إن أنا هيتنصب علي فما بقاش فيه جريمة متوفرة لإن هو هنا فقدت الشرط اللي نص عليه القانون وهو الاحتيال والتدليس الجنائي والغش أنا بدخله بحتل عليه بوهمه بوهمه بمكاسب مادية بوهمه بإن هيدار عليه ربح بوهمه ببعض الحاجات ومن المنطلق ده أنا خلاص بقى ببدأ أخد أمواله لو أنا كمجني علي عارف بهذا الأمر هنا أصبحت مفيش جريمة دي واحدة الحاجة التانية التقادم في جريمة النصب في معنى هقول لحضرتك التقادم ده يعني المدة اللي بتسقط بيها العقوبة أو إن أنا إمتى أقدر أروح أتقدم بشكوتي ودي في القانون فيها في أكتر من حتة يعني بتختلف بتختلف في قضايا الجنايات عن الجنح عن المخالفات فالتقادم في قضايا الجنايات بيكون بمضي عشر سنين ميلادية ولو تتذكر الرئيس السابق حسني مبارك لما المحكمة قضت بانقضاء الدعوة الجنائية في تقادم الدعوة الجنائية في حقه ليه لإن كان مرة أكتر من عشر سنين دون تحريك الدعوة الجنائية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات في المخالفات بمضي سنة ميلادية أرجع لحضرتك في سقوط دعوة النصب لأن دي جزئية مهمة جدا إمتى إمتى يبدأ السقوط هل هو من تاريخ استلام من تاريخ النصب واستلام المبلغ ولا من وقت اكتشاف الجريمة المشرع فرق في الجزئية دي ما بين الجزئية دي فالمشرع قال إن في هذه الجزئية يبدأ السقوط من تاريخ استلام الميل تب لو أنا اتأخرت وعد علي الثلاث سنين خلاص سقط حق يعني يعني أنا يعني أنا نتنصب علي ما جيش بعد ثلاث سنين أقول أنا نتنصب علي من ثلاث سنين يعني فيه فترة زمنية محددة لتقدم الشكوى ثلاث سنين ثلاث سنين أي حد نتنصب عليه خلال ثلاث سنوات ثلاث سنين دي للتقادم إنما فيه بقى مسائل في القانون اللي هو مثلا الدفوع اللي إحنا بنستند إليها في مطلب البراءة رجي مثلا إيه؟ أنا عايز أفهم بسنين علشان موطة دي خلينا فيها عشان نستفهم بسنين يعني لو أي شخص نصب عليه وطوالت ثلاث سنوات ما قدمش أي شكوى خلاص ستت عليه يعني هو له فترة ثلاث سنوات يقدم فيها شكوى تقادم يا فندم حقه حقه ده في مواد الجونح حموما تقادم حقه في أنه يتقدم بشكوى طب أنا عايز أسأل حضرك على حاجة بخاصة في حصوص المستريح إزاي الشاكب يثبت حقه لا وما فيش أوراق بيتقدم لا يا فندم أحيانا بيبقى المستريح ما بيكتبش أوراق على نفسه غالبيتهم بيبقى مضين إيصالات عن طريق الشركة اللي هم موجودين فيها باسم الشركة اللي هو استلم من فلان مبلغ كذا وممكن يكون عمله إيصال أمانة يعني القضية اللي أنا بقول له حياتك عليها بتاعت الزيت دي كان بيبقى كاتب للناس إيصالات أمانة ولكن مش معنات إن كاتب إيصال أمانة يبقى إذا ما فيش جريمة لا فيه جريمة وجريمة قايمة بمعنى إن هذا الأمر أصبح بمثابة مستند دليل مادي مكتوب موجود في الأوراق تمام إنك إنت استلمت إنما بقى كوني إن أنت كاتب لي إيصال أمانة أو كاتب لي ورق أن أنت استلمت مني فعلى سبيل الأمانة ده ما يبطلش الأمر ده بيعد دليل مادي يعني إيصال الأمانة إن هو بيكتبه ويعترف به طبعا يفهم طبعا وأنا يخطرني تلك القضية الشهيرة لما كانت كل الناس جات النيابة وتقدمت بتلك الإصالات والنيابة العامة أودعت هذه الإصالات في ملف الدعوة وعلى هذا الأساس مشت هذه القضية وتمت المحاكمة بمحاكمة جنائية تمام فضل أنا عايز أسأل حضرك برضو في هذا النقطة حتة إن الشخص ينتحل صفة عقوبتها إيه في القناة خاصة إن النصاب بيلجأ إن هو ينتحل صفة شخصية ما من أجل إهام ضحايا إن هو يهم ضحيته إن هو ما أسأل رجل أعمال أو طبيب قادر إن هو له علاقات ما هو انتحال الصفة آه ما دي من ضمن عمليات النص دي انتحال الصفة دي موضوع تاني خالص إنت حضرتك النهاردة بتتكلم في جزئية محددة ما هو من ضمن الطرق الإحليالية هو من ضمنه هو بيعمل إيه فعلا؟ هو وارد يأس الشركة ويصرف عشر وعشرين خمسين ألف جميع ويفتح مكتب وارد يعمل كده وارد يعمل كده وبناء عليه يقعد في المكان ده وبعد كده تبص تلاقيه نقل راح مكان تاني بعد ما خد خلاص بقى صفة المنطقة اللي هو موجود فيها وراح منطقة تانية خالص فالنهاردة هو لو حضرتك هتوديه وهيبقى القدوة الوصف بتاعه توظيف أموال لأنه خد من ده وده 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 على أساس أنه هو بيشغل الفلوس دي في حاجة معينة يبقى دي عقوبته الحد الأقصى بتاعها 15 سنة طيب لو هو بأم على حيله نصب على شخص بعينه في جزئية محددة أوهمه أنه ياخد منه فلوس هيشتري حاجة معينة الحاجة دي ده تكسب بعد كده وبتلك الطرق الاحتيالية أخد منه فلوسه يبقى العقوبة هنا ثلاث سنوات بحدها الأقصى وده حبس إنما هنا لا بيبقى السجن والسجن المشدد كمان في توظيف الأموال تمام الكثيرين من المستريحين اللي بيتم القول قبض عليهم بيلجأوا إلى محاولة التفاوض مع ضحاياهم من أجل التوصل إلى اتفاق ما هو أنا أنا فيه سؤال عايز أسأله فيها هل في حالة التصالح بتسقط العقوبة ولا بيكون فيه هناك حق لا أنا أنا هقول لحضرتك أولا هو بيبدأ مع ضحاياه بياخد منه الفلوس ويبدأ يدي له ربح يغريب ربح شهري كبير شوية فيقعد معاه مثلا وليكن سنة سنتين فأنت لما تيجي تحسبها بعد كده بتلاقي مثلا الشخص ده خذ له مثلا 30 أو 40% من أمواله فلما بيجي يتفاوض معاه وارد بيتفاوض معاه في الباقي إنما النهاردة لما بيحصل تصالح خلاص بيتنقضي الدعوة تمام في توظيف الأموال تمام عشان إحنا بس للأسف وقتنا انتحم هل القانون محتاج لتعديل في هذا الموضوع ولا القانون كافي والله هيقول لحيواتك على حاجة أنا شايف إن في جراء من النصب تحديدا أتمنى إن المشرع يغلز العقوبة في جريمة النصب وتصل للسجن المشدد تمام أنا في نهاية الحلقة بشكر وعايز أقول لك إن في حالة العود في حالة العود في جريمة النصب يعني واحد ارتكى بالجريمة وعاد لها مرة تانية وعاد مرة تالتة يجوز محاكمته قدام محكمة الجناية تمام بشكر جدا حضرك سيات المسجرح حاتم أبو حامد المحامي بالجنايات شكرا حضركنا ورطانا وشكرا فازي الفقرة والحقيقة أنا عايز أختم إن كل إنسان من حقه إن هو يكون عنده في موح وإن هو يكون في أعلى المستويات اجتماعيا وماليا ولكن فكر الأول ما تخليش الطمع هو اللي يحركك وفي الآخر تكون ضحية من ضمن الضحايا أو فريسة سهلة للنصابين وإن شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله لربعاء القادم وإلى اللقاء